كما توقعنا مراراً وتكراراً أن عبد المجيد تبون سيقوم بزيارات ميدانية محدودة إلى حد كبير وهذا بعد الانتقادات الذي علت طالته بسبب عدم زيارته للولايات رغم أنه وعد بأنه سيزور الولايات دشرة دشرة وهو ما التزم به كما قال في حملته الانتخابية لانتخابات 12 ديسمبر 2019 إلا فيه رزنامة دولية لتقتضي حضور رئيس الجمهورية أنا مضطر أن نمشي وإلا أن نزور داخل الوطن قبل أن نزور الخارج لأنني التزمت التزمت مع إخوان في الجنوب في الشرق في الغرب أنني سأزور ولايتهم دشرة بدشرة إن شاء الله إن شاء الله تبون لم يزور سيوى وهران من أجل ألعاب البحر الأبيض المتوسط لم يزور ولايات الجنوب كما قال بأنه التزم مع أهل الجنوب لم يزور الشرق ولا أي شيء وبقي محل انتقادات الله وفجأة يتم الإعلان بمناسبة الذكرى الواحدة والستين لاستقلال الجزائر أن تبون قام بزيارة لثلاث ولايات وهي العاصمة بومرداس وتيب بازل شيء جيد لكن المعمول به والمتعارف عليه أن الرئيس عندما يقوم بزيارات ميدانية للولايات يلتقي مع المواطنين أولا يجلس في قاعة وفي اجتماع ويتحدث مع المواطنين أما الزيارة بهذا الشكل فهي ليست زيارة ميدانية ما هي زيارة النظام في داخله الرئيس لما يخرج يلتقي مع المواطنين هل التقى تبون مع المواطنين لا شيء راحل بومرداس اجلس في قاعات يلتقي إلا مع المسؤولين ويرافقه فلان وعلان ثم بعد ذلك يغادر يعني في يوم واحد زار ثلاث ولايات العاصمة الجزائرية وولاية بومرداس وولاية تيب بازا يعني هذه كلها زارها في يوم واحد غريبة هي الهدف كله الدعاية الإعلامية لأنه هذه ليست زيارة ميدانية هذه راحل نقاط محددة تجشين أشياء معينة الكلام والهدرة والوعود ثم يغادر بسرعة والعاصمة كما قلت وكما قال الكثيرون تم توقيفه الطرقات وما إلى ذلك من هذه العمور المهم الملفت للانتباه أنه هذه من المفروض زيارة ميدانية لرئيس الجمهورية مش للقائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الغريب أنه رافقه سعيد شنقريحا هذه الاشكالية كبيرة رافقه البومرداس وتيب بازا ودائما معاه بل أنه لما وضع حجر الأساس عاونوا دشن معاه يا جماعة سعيد شنقريحا ما هو السيدة الأولى لتبون حتى يرافقوا بهذه الطريقة أولا ثانيا هو رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي منصب عملياتي يعني لما تبون يزور الثكنات ولا الوحدات ولا شيء من هذا القبيل يحظر رئيس الأركان يرافقه ويرافقه الأمين العام لوزارة الدفاع نعم هكذا لكن يروح زيارة الولاية يزور مستشفيات ولا يدشل ولا يلتقي مع المسئولين المحليين المدنيين معاه شنقريحا ويستقبلوه ضباط يقول يوقفوا ويسلم عليه هذه ماهيش ماهيش معقول أصلا إذا كان سعيد شنقريحا كما هو مبين أنه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أما إذا كان لديه منصب آخر خفي غير معلن هذا شيء آخر حتى لو كان وزير دفاع لنفرض جدلا أن سعيد شنقريحا نائب وزير الدفاع ولا راه هو وزير الدفاع أو أنه وزير فوق العادة أو فوق رزير دولة مكلف بشؤون الدفاع لدى رئيس الجمهورية أو شيء من هذا القبيل لنفرض جدلا وهذا هو اللقب الذي يسعى إليه شنقريحا يسعى أن يكون مش نائب وزير الدفاع حتى ما يكون مثل الجيد صالح بل أنه يريد إما أن يكون وزير الدفاع أو أنه يكون وزير دولة مكلف بشؤون الدفاع لدى رئيس الجمهورية وهذا هو اللي يسعى من أجل أن يحتحصل عليه المستقبل لو كان هذا عنده منصب آخر حتى لو كان وزير الدفاع ما هو الشرط يرافق رئيس الجمهورية لو كان في زيارات أيضا تشمل وحدات قتالية أو ناحية عسكرية أو شيء من هذا القبيل ممكن نمررها ولكن الرجل يزار الولاية التقى مع المسؤولين المحليين مدنيين وكل شيء مدني وبصفته واش يرافقوا بهذه الطريقة الغريب ليس هذا فقط أنه سعيد شنقريحا تحول إلى هو السيدة الأولى أو أنه تبون هو السيدة الأولى كما يقول الجزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي شفناها من قبل إذا دار نشاط للولاية يحضر سعيد شنقريحا إذا دار نشاط للصحافيين يحضر سعيد شنقريحا إذا دار كل شيء البارحة بمناسبة خمسة جويلية نجم هذا الكرنفال اللي داروه هو سعيد شنقريحا مشاه معاه للولايات دار له حفل في نادي الجيش حضر معاه قبل بيوم أيضا ترقية الناس وعطاء الرتب والأوسمة في وزارة الدفاع معناها البارحة واللي قبله سعيد شنقريحا أكبر شخص في العالم ظهر تفوق على الراقصات والمغنيات والمطربات وما إلى ذلك من هذه الأول يعني حتى لو كان أصلا وزير دفاع كالوزراء ما رافقوش الرئيس من المفروض الرئيس لما يخرج خرجة ميدانية يرافق الوزير الأول ووزراء تعالى القطاعات التي يجب أن يقف عندها أما رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بصيفته ماذا حتى يرافق هذه نقطة نقطة لاحظنا أنه تبون لما يتكلم كأنه يشرح لسعيد شنقريحا حتى بروتوكوليا لما تشوف سعيد شنقريحا وهو واقف وتبون يتكلم ويشرح له تحس بأنه سعيد شنقريحا هو الرئيس وليس تبون نعم ويسمع وأحيانا يحرك رأسه وأحيانا لا وأحيانا تبون يتكلم الجهة الأخرى وأحيانا يشرح لسعيد شنقريحا هذه الزيارة من منطلق القوة لو كان عندنا دولة مؤسسات لنفرض أنه النظام عسكري وراه عسكر والعسكر ما يحبوش يقوله النظام عسكري لما يقوله مرة النظام عسكري يزعف أوكي هي سيدي على استخرج هكذا وتبينوا بأنه الدولة عسكرية يعني الدولة تكون قوية لما سعيد شنقريحا يرافق يرافق تبون في خارجات ميدانية مثل هذه الطريقة معناها أن الجيش ره قوي وأن الدولة ره قوية بل أن العلاقات بين الرئيس والجنرالات ره جيدة لما يخطب سعيد شنقريحا ويمدح تبون وكل مرة يقول وزير الدفاع القائد على القوات المسلحة معناها ره العلاقة جيدة هل من تضحكون صدقوني يا ناس أن هذا نوع من السخف البروتوكولي بمعنى الكلمة كان من المفروض سعيد شنقريحا ما يرافقوش ما راحش منذ أيام فقط داروا تمرين في الجلفة وراح معاه راح هناك والتقاه وكان معاه طبيعي جدا أن يكون سعيد شنقريحا معه تبون وكان من المفروض تبون في تلك الخرجة أنه يبرمج زيارة أيضا موازية ميدانية للجلفة يقف على بعض الأمور التي تخص التنمية والتي تسير الشؤون وتكلم عن المواطن أنت لما تروح المكان وتلتق غير مع المسؤولين المسؤولين كذبين ما يعطوه لكش الحقيقة ويزيد يجي تبون يمدح يمدح السلطات المحلية ويمدح كذا ما الذي استفاد المواطن المواطن يعاني من الإدارة يعاني من الولاية يعاني من الدائرة يعاني من البلدية إذا ما استمعش الرئيس للمواطنين كيف أشرح هل يش ما يجتمعش في قاعة تأسينما مثلا المشاعمة الجولة ويجتمع ويفتح المجال للمواطنين يحدث الرئيس سواء نسيدي ما نقول لهمش بالثهم مباشرة لأنه هو ضعيف ومستوها منحط على سياسي وديبلوماسي ورئاسي وبروتوكولي أسيدي ما تدروهاش بالثهم بعد وقطعوا شوي يلتقي مع المواطنين أسيدي أسيدي ما تثلوا علينا جيبوا مواطنين موالين ليكم وخليهم يدروها هذه الشيء حتى تبين بأنها زيارة ميدانية هذه ما هي زيارة ميدانية هذه فقط خرجة من أجل أنه يتم رفع الحرس جعله أنه يعد يزور الولاية وكثير من الأمور اللي راكم شفته المهم أنه الغريب أنه سعيد شينجريحة رافقه إذا وقف معاه وإذا تكلم وقف معاه ويا شنا وإشه هذا أو لم يحدث في تاريخ الجزائر حتى في مراحل الضعف أنه سأل وزير الدفاع ولا قائد ولا رئيس أركاد جيش يرافق الرئيس بهذه الطريقة راكم بالغت راكم فضحتم الأمر وهذا راو يعود أساسا ليس أنه تبون هو الذي يريد لا يس لديه إرادة حتى في مواعيد نومه هذه الحقيقة هذه الشينجريحة يحب الظهور الشينجريحة يحب السلطة الشينجريحة يحب أنه يبان هو الكل في الكل هذه موجودة في نفسيته من ناس اللي يعرفوه عن قرب وخدمه معه كل يعرفوا هذا الأمر ما كانتش الأمور تمشي بهذه الطريقة يعني أظهروا شوي مدنية الدولة حتى لو كانت مزيفة يا سيدي رغم أنه كل العالم يعرف بأنه نظام عسكري قالكم ماكرومن قبل أنه تبون عالق في نظام عسكري والعسكر يؤكدون بأن النظام عسكري لا تبون خارج مثلا المنطقة الحدود اللي هي مناطق فيها نزاع خاصة مع الدول التي تشهد تدهور في وضعها الأمني يرافقوا معليش جينيرال ولا رئيس الأركان ولا أي شيء من هذا القبيل معليش انت رايح لي البومرداز ثم رجعت لي للتيب بازا اللي لسقين مع العاصمة لازم يرافقك سعيد شينجريحة بشيبان تبون أنه علاقته جيدة أنه هو الرئيس وهو أنا نتكلم أحذايا سعيد شينجريحة هذه صدقوني مجرد مسخرة بمعنى الكلمة مجرد دليل قاطع على ضعف الدولة على ضعف الرئيس أنه الرئيس ما عنده حتى قدرة من المفروض سعيد شينجريحة أنا تبوني يقول له ما تخرجش معايا ما كانش حتى حاجة تخص وزارة الدفاع انت تحلية المياه واش علاقة سعيد شينجريحة معه إلا إذا كان هذا لوزين نتاعه تروح للمدينة سدي عبد الله ولا واش يسموه تروح من ثم باش نتشوف سكنات واش علاقة سعيد شينجريحة تروح دش المستشفى هذا انتاع الحروق الكبرى واش علاقة أيضا سعيد شينجريحة وما كانش ولا مؤسسة تابع الوزارة الدفاع هكذا ما هو معروف إلا إذا كان كل هذه القطاعات اللي مشين لهم رههم تعالعسكر رههم تعالعسكر ورح يدشن فيهم تتروح تزور للولاية معك سعيد شينجريحة يعني خرجت سعيد شينجريحة أكدت أنه النظام عسكري ثانيا أكدت بأنه تبون ليس الحاكم الفعل البلادي ثالثا أكدت هيمنة سعيد شينجريحة على كل شيء على كل مفاصل الجيش وعلى كل مفاصل الدولة أرابعا أكدت بأن العسكر في يدهم كل خيوط اللعبة هم اللي يرضوا ولا ما يرضوش على تبون وأكدت أيضا أنه لا يمكن لتبون أن يمر لعهدة ثانية إلا بموافقة العسكر هذا وأمر آخر كأنك تريد أن تسوق الجزائر في حالة حرب ما ناش في حالة حرب الجزائر تقول وراه مستقر وراه الأمور توفا بيا لكن على الحدود راه حقيقة ملتهبة وكذا أنت مش في الحدود أنت في بومرداز في العاصمة وانت في تيب بازا ما معنى أن يرافق سعيد شينجريحة عبد المجيد تبون هذا ما يكشف يا إخواني الكرام على أنه الحكم حكم جنرالات وأنه من يتوهمون بأن الجزائر عندها مؤسسات مدنية فهو كذاب وأن ما يجري هي سلطة أو سيطرة مطلقة من طرف العسكر وعمر آخر أن الرئيس ضعيف إلى أبعد الحدود وظهر ذلك لما كان يقوم بترقية الرتب وكذا وكذا وتقليد الجنرالات الرتب شينجريحة يتكلم بأن القائد الأعلى قوات المسلحة وتلقاه يخبط في يده وحركات شفاه ورأسه توحي اهتزازه اهتزازه في هذه اللحظة رحوا أعرضوها الصور هذه على أي طبيب نفسه هذا من جهة من جهة أخرى أنه أثناء هذه الجوالات اللي يقولها كان يتحدث هكذا ويزيد يلتفت كم من مرة يلتفت لسعيد شينجريحة كأنه سعيد شينجريحة هو الحاكم الفعلي ذكرنا لما زاروا من قبل الجامع الأكبر واقف واقف سعيد شينجريحة واقف انتع هو الرجل القوي والأخر ضعيف أمامه راي كينا ناس مختصين في لغة الجسد يشاهدون راي كينا ناس عندهم معرفة حتى الحركات انتع العيون يأولوها ويشرحوها ويعطوها تفاصيلها لا داعي أنه هذه الخلاجات هكذا الشعب الجزائري يريد أن يرى تبون ويتكلم لتبون سعيد شينجريحة أنا الشرط الثامنة مسيطر عليها الندوات هو المؤتمرات هو الخرجات العالم هو خطابات هو يعني حتى اليوم اللي يخرج تبون يقول الجزائريين خلينا ارتاحهم ونشوفوش العسكر معه سعيد شينجريحة ويستقبلوا فيها العسكر إذن هذه رهي خرجة ميدانية لسعيد شينجريحة وليس خرجة لتبون وما تقوله الصحافة وأن تبون دشنو دار 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 صدقون هي مجرد كلام يسوق بهذه الطريقة والعسكر لا يريدون أن نقول لهم أنتم الحاكمون أو أنتم العسكر لا يريدون أن نقول لهم أنكم أنتم من يحكم بل أنهم يحاولوا يختفوا ويهربوا بل يعتبروا هاتهم ولكن ممارساتهم مفلوحة رحوا أرجعوني طرح العهود الرؤساء السابقين هل زار يوم رئيس الجمهورية ولاية من الولايات وكان يرافق رئيس الأركان يا جماعة هذا راه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي منصب عملياتي ما عندوش حتى علاقة بالإدارة حتى تنصيبه لمدير المخابرات والأمن الداخلي والأمن الخارجي وهذه بعض التنصيبات اللي يديرها في الإدارات راه غير قانوني هذا من المفروض أن وزير الدفاع هو من يقوم بيها وإذا غاب وزير الدفاع ينوب عنه الأمين العام لوزارة الدفاع لكن بن بيشا الأمين العام لوزارة الدفاع خلاص ما يقدرش يرفع راسه أمام سعيد شنجريحة رغم أنهم في مستوى واحد من حيث العمل هذا أمين عام مسؤول القسم الإداري والأخر مسؤول قسم العملياتي ولكن الأخر راه فريق أول وراه معه غير علي بن علي فريق أول وراح يروح للتقاعد وهكذا ويهنأ منه يبقى كان سعيد شنجريحة على كل حال خرجة تبون هذه ليست زيارة ميدانية ليست للوقوف على اهتمامات المواطنين هي خرجة سعيد شنجريحة وسعيد شنجريحة ما يحبش يقف أمام المواطنين نزيد نقولها لكم للأمان تبون ما عندوش مشكلة يطلقها مع المواطنين هذه الحقيقة والتي نعرفوها عنه من قبل من كان وزير ولكن الذي يرفض هذه الأمور هو سعيد شنجريحة وترتيب الزيارة حسب معلوماتنا قام بها العسكر ورتبها العسكر وريقل كل أمورها العسكر والمدني والرئاسة الجمهورية والبروتوكولات متع رئاسة الجمهورية كي لا ترش في الزفة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل أن الدولة تتجه نحو العسكر التامة والجزائر لم تعد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بل أنها الجزائر العسكرية دولة الجزائر العسكرية هذا الذي أصبحت فيه وهذا ما حوله إليها سعيد شنجريحة ومن معه من الجنرالات الذين يتحكمون في دوليب الأمر من وراء الستار والقادم أسوأ واذكروا كلا لا جيدا